اشتركوا في القناة وقناة الشركة الوطنية للأسمنت بمحافظة لحج وبحضور عدد من قيادات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركة وقيادات الشركة ألقيت خلال اللقاء كلمات معبرة من قبل قيادة مجموعة هائل سعيد أنعم ممثلة في الأخ رشاد هائل سعيد أنعم والمهندس خالد أحمد هائل ومن قيادة الشركة ممثلة في الأخ المدير العام عبد الجليل المقرعي ونائب المدير العام الأخ محمد درهم عبد سعيد ركزت جميعها على الهدف الأساسي من تنظيم مثل هذا اللقاء والمتمثل في تعظيم المصالح المشتركة بين الشركة ووكلائها باعتبارهم الصف الأول لمنتج اسمنت الوطنية وخلال اللقاء تم استعراض مراحل ونقاط مراقبة الجودة لمنتج اسمنت الوطنية ابتداء من محاجر المواد الخام مرورا بالعمليات الانتاجية وانتهاء بتعبئة المنتج النهائي من خلال استخدام أحدث التقنيات المخبرية المستخدمة في صناعة الاسمنت كما تم تكريم الأخوة الوكلاء عموما والعشر المبرزين خصوصا سواء كان التكريم ماديا أو معنويا وفي بادرة انفردت بها الشركة الوطنية للأسمنت فقد توجه الوكلاء إلى إحدى ساحات المصنع وقام كل وكيل بزرع فسيلة من النخيل لتكون بمثابة العقد المبرم بين الوكيل وشركته بل ومنتجه اسمنت الوطنية وترسيخا لمفهوم الحفاظ على البيئة وبعد انتهاء برنامج سيارة مصنع الشركة توجه الجميع إلى محافظة عدن وفي جلسة موسعة في عدن مول ألقى الوالد الشيخ علي محمد سعيد كلمة هنأ فيها الحاضرين بالنجاح الذي تحقق لمنتج اسمنت الوطنية بفضل الجهود المبذولة من الجميع كما أكد الوالد علي محمد سعيد في ختام كلمته على القيام التي تؤمن بها المجموعة ومنتسبيها من عمال وموظفين والمتمثلة في المبادئ الخمسة الصدق الأمانة الولاء الإخلاص المثابرة اسمنت الوطنية شريك البناء والتنمية اشتركوا في القناة